معي من إربيل محمد أهمى وندي الخبيل العسكري والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا سيد محمد نعلم كيف يوصف هذا الحي إذا ما بدأنا بحي 17 تموز كأنه أكبر آخر وخطر كيف يمكن أن نشرح أين تكمن خطورة هذا الحي؟ نعم نعم اليوم طبعا أشتد الهجوم على عدد أطراف لمدينة الموصل حيث تمكنت القوات العراقية في دخول إلى حي 17 تموز من جانب الغربي لمدينة الموصل وهذا الحي مهم التي تمتد من حي العربي إلى مركز المدينة وهي منطقة وسطية ويؤمن هذا الحي العزل بين مناطق عن بعضها البعض وهي منطقة واسعة وكذلك يؤمن هذا الحي الانطلاق والتحشد بنسبة لأهداف اللاحقة لقوات العراقية ويؤمن أيضا الرسط والإسناد المدفعي والطيران الواسع بنسبة لقوات المشتركة العراقية وكذلك تمكن القوات العراقية في خرق أكثر من دفاعات العدو حول مدينة القديمة وأصبح هذه المدينة أي مدينة القديمة محاصرة في كافة الأطراف وبدأ الداعش نجد أن الداعش يتراجع وذلك لأسباب كثيرة لأن الداعش يعاني من التناقص من العدة والعدة وكذلك لعدم وجود التعويض له وكذلك يتناقص أيضا من إمدادات والتموين المحددة أو مفقودة له وكذلك حيث إن داعش محاصر في هذه المدينة الصغيرة أو أنا أقول أجيب أساقط في كافة الأطراف ما الخيارات أمامه اليوم بعد تطويق الكامل للموصل القديمة من قبل قوات العراقية طبعا بالنسبة لأمام الداعش فقط أما المقاومة أو الحرب أو الموت لأن الداعش حيث محاصر في كافة الأطراف وليس له المكان أو الملجأ أو الطريق التي يتمكن أن يتهرب فيها ولذلك حيث إن نفذت جميع أنا أقول بصراحة داعش يعاني الآن من الإرهاق النفسي والمعنوي لأن أصابتهم ملل والإرهاق وكذلك أكثر خصائرهم من الموت والجرحة لا يمكن إخلاؤه في ساحة القتال وكذلك من جانب الآخر الضغط المدنيين عليهم وخوفهم من الإنقلاد والإنفلات الأمني في داخل مدينة الموصل نعم طيب سيد محمد لأن الآن الأهالي الموصل القديمة يعانون من أزمة كبيرة من جانب لقلة المواد الصحية نعم سيد محمد ومحاصرين كل جوانب تسمعوني سيد محمد ضخم وهجوم من قبل القوات العراقية عليهم وكثافة النار كثيرة وخاصا بعد التحرير حي 17 تموز يؤمن للدبابات بأن تكون إصاباته دقيقة وصارمة وتدمير مواضعهم محصنة خاصة مواضع الدفاعية للداعش وكذلك نجد في الأيام القليلة الماضية التنسيق جيد بين قوات التحالف أي قوات الأمريكية وقوات الجيش العراقي بإسناد حتى المدفعي وإسناد الجوي وحيث نجد في الأيام الأخيرة خاصة اليوم إن الأهداف الكثيرة التي تمكنت القوات الجوية العراقية وكذلك من جانب التحالف في تدميرها خصوصا المخازن والمواقع المحصنة لداعش وتم تدميره من قبل القوات الجوية وقوات التحالف شكرا لا يسمعني طبعا سيد محمد رغم ما يعاني أنا أعتذر يعني ما في حالتين انتهى وقتنا سيد محمد همواند الخبيل العسكري والستراتيجي شكرا لك من إربيل